نروح الاستعراض السريع لأهم منشطة الزحف المصرية والعربية وهنبدأ بجريدة الوطن وتحقيق مهم عن فيلم نوح والفيلم بيقوم ببطولته النجم العالمي راس الكرو ونشرت جريدة الوطن موضوع تحت عنوان نوح وصلة درامية تجسد الممنوع وتكسر التبوهات من التفاصيل بنعرف ان الفيلم بيجسد قصة سيدنا نوح عليه السلام وتكليفه بالرسالة وبناء السفينة لانقاذ العالم من الطفان القادم وعقب عرض برومو الفيلم واللي شاهده على موقع اليوتيوب حوالي 7 مليون مشاهد واختلفت الاراء بين المؤيد والمعارض لعرض الفيلم في مصر لكن الازهر حسم الامر واصدر فتوى بمنع عرضه ومنع كمان عرض اي فيلم بيجسد شخصيات الانبياء لكن جبهة الابداع رفضت فتوى الازهر وطلبت بعمل منظرة فكرية حول الفيلم جريدة الوطن الحقيقة رصدت كمان عدد من الاراء للمبدعين في قضية فيلم نوح على سبيل المثال وصف الفنان صابري فواز الامر بالكارثة وقال انه لا يتمنى تكرار ما حدث مع مسلسل يوسف الصديق اما الموزة انتوان زند فقال ان مصير فيلم نوح يخص الرقابة وامن الدولة لكن الرقابة قالت ان فيلم نوح ملوش علاقة بالانبياء وتمت ايجاسته بدون ملاحظات اما الناقد الكبير سامير فريد الحقيقة قال ان منع عرض الفيلم في مصر اشبه بالحرب مع طواحين الهواء الحقيقة ان المنع والمصادرة اسهل قرار في بلدنا علشان كده احنا مع الفكرة اللي طرحتها جبهة الابداع وهي عمل مناظرة فكرية مع علماء الازهر والقرار يكون مبني على حجة ومبرر سليم ومش مجرد قرار بدون اي سند احنا مش ضد تعليم الدين ولكن مع ضرورة تطبيق العقل والفكر هنروح دلوقتي لجريدة المصر اليوم وخبر منشور تحت عنوان فنانون في مؤتمر عيد الفن بيأكد التقرير ان الموسيقار هاني مهنة رئيس اتحاد النقابات الفنية عقد مؤخرا مؤتمر صحفي بالمجلس الاعلى للثقافة للاعلان عن تفاصيل حفل عيد الفن واسماء المكرمين من المقرر اقامته يوم الخميس ان شاء الله القادم على المسرح الكبير بدار الاوبرا المصرية بحضور المستشار عدلي منصور رئيس الجمهورية شارك كمان في المؤتمر كتير من الفنانين زي الفنان عزة العلي وسامي مغوري والمنتج محسن عالم الدين والمخرج محمد النجار من المعروف ان عيد الفن الحقيقة كان متوقف من 33 سنة لكن السنة دي قرر رئيس الجمهورية عودة عيد الفن كاميرا بالالوان الطبيعية حضرت المؤتمر الصحفي والتخينا هناك بالموسيقار هاني مهنة والفنان عزة العليلي تعالوا مع بعض نشوف هيلولنا ايه في تقررنا ايه اللي جاي